يقول عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم فلو قد قام قائمنا صلوات الله اللهم صلي على محمد وآله محمد وعجل فرجه والعن عجل الله فرجه وتكلم متكلمنا وفي لفظ آخر وتكلم بتكلمنا إذن يقول وتكلم متكلمنا فهذا يقتضي المغايرة بين شخصية الإمام المهدي عليه السلام وشخصية المتكلم إذا قلنا وتكلم بتكلمنا فهذا يقتضي توحيد الشخصية أي الإمام المهدي عليه السلام هو المتكلم الاحتمالان قائما ثم استأنف بكم تعليم القرآن أريدك هاي تخليها تحت خط شوية ثم استأنف بكم تعليم القرآن هذه تومئ لأي شيء أحسنتم أنه صار أكو خلل كبير في تأويل القرآن في تفسير القرآن في الاستنباط من القرآن وهذا ما يضطر الإمام المهدي روحي فداه حينما يظهر أن يستأنف أي شيء تعليم القرآن قرآن يعني من جديد يتعلمون علوم القرآن بما يؤدي إلى الاستدلال والاستنباط الصحيح ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وشوف هنا الكلمة القوية صراحة لأنكر أهل البصائر فيكم وفي لفظ آخر لأنكر أهل التصابر فيكم أو منكم أهل البصائر ينكرون ما يتحملون هذا الذي يستأنف الإمام عليه السلام تعليم القرآن والشرائع والأحكام والفرائض إلى ما هنالك يندهشون يندهشون من أي شيء أهل البصائر ها مو المخالفين يعني إحنا المفروض أهل البصائر نندهش لأي شيء إن شاء الله نكون من تلك القلة التي لا تندهش تتوقع غير المتوقع إنجاز التعبير أما ليش ليش يندهشون لأنه هل قد صار تحريف للشرائع والأحكام والتفسير والتأويل والفرائض وكذا صار أكو فساد في الاستنباط من المصادر الشرعية بحيث أننا عبر أجيال صارت عندنا مسلمات إمامنا المهدي عليه السلام حينما يأتي يضربها ينسفها فإحنا شنو؟ يجن جنوننا ما نتحمل أهل البصائر أو أهل التصابر يعني حتى هؤلاء الذين هم صابرون لأن الإمام يوصي يقول فعليكم ماذا؟ بالصبر مو أيضا ذكر كلمة الصبر هو والصبر واصبروا لأحكامنا واصبروا مو قال حتى هؤلاء الصابرون المتصابرون يفقدون صبرهم يفقدون صبرهم ما يتحملهم كلام الإمام المهدي عليه السلام هو الناس تصور هالشكل هو كلام أنه الإمام لما يظهر الناس تصور رح تصير راحة يعني مطلقة لا هم أكو فتنة واختبار فتنة واختبار شديدين بحيث الله يستر على اللي سمون أنفسهم شيء على يرتدون وطبعا أكو في الآثار والروايات أن البعض يرتد ما لسه لما يظهر الإمام عليه السلام بعض اللي سمون أنفسهم شيء على يرتدون أصلا ما يقبلون واحدة من الأمور التي لا يقبلونها ترى للعلم أن الإمام عليه السلام يخرق الوحدة الإسلامية أول شيء يطلع لك أبو بكر عمر من القبر وكذا ما يعجبهم هذا وين هذا ما يصير هذا ما صحيح وأمور أخرى كثيرة يعني عندهم متبنيات مسلمات معينة فإيه والتقية أيضا يقولوا لا ارجع ما نريد إحنا إنما نتقي نريد نستمر على التقية نريد تورطنا تزجنا في حروب والإمام رحارب نص العالم دول وأنظمة وجماعات ويعني مشاكل يعني موجود ما يسلمون إلى الأمور ويشنون عليه الحروب والغارات والإمام يحشد الناس يقولهم تعالوا إياي حتى نقاتل فهذه الأمور مجتمعة ما يقبلوها هذا غير قضية الفرائض والأحكام وتعليم القرآن يعني يجي الإمام عليه السلام يجي يقول لهم مثلا هذا اللي موجود تفسير الميزان اللي انتم جعلتموه البخاري الجديد ما لكم صار عرفت شلون بعض الناس ورفعتموه يعني كثيرا أعلى من شأنه هذا مثلا كله غلط إلا عشرة بالمئة مثلا يعني ما وصل إليه صاحب الميزان أو صاحب الاختلال مثلا غلط مثلا مو هذا هو المراد بهذه الآيات بعض الناس عندهم صدمة صدمة شديدة يعني ما معلوم أنه يصمدون أم لا شلون رح يتكون ردات فعلهم إلى درجة إن لم تخني الذاكرة في بعض الروايات مذكور أنه في زمان الظهور يعني أوائل زمان الظهور بعض من يسمون أنفسهم شيعة يتحولون إلى شيعة عثمان يصيرون إلى ها الدرجة إلى ها الدرجة يعني شوف يتركون حتى تشيعوا لأهل البيت عليه السلام يصنون أمويين أصلا لما يرونه من الإمام عليه السلام إجمالا مع قطع النظر الآن عن مفردات هذه الروايات وأنه هذه صحيحة مصحيحة محتبرة غير معتبرة كل هذه الاحتمالات قائمة لكن المستفاد الإجمالي من مجموع هذه الروايات أن زمن الظهور يحمل معه فتنة عظيمة واختبارا عظيما حتى للشيعة أنفسهم بحيث أنهم سيغربلوا ويمحصوا والله يستر على المتبقين على البقية التي تبقى الإمام هنا يوجه كلام لمن لواحد مثل الزرارة وهو من أهل البصائر والتصابر يقول ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا زين الحل شنو إذن الإمام ماذا يصنع حين ذاك حتى يطبق شرع الله عز وجل وحكمه في الأرض ما عنده غير هذا الحل بعد يقول ثم لم تستقيم على دين الله وطريقته إلا من تحت حد السيف وقرقابكم